النهاردة طبعا لأن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد فوزير الخارجية الوزير سامح شكري كان متحفزا إلى حد كبير في الكلام عن السياسة فقدناها مسلسلات كلام عن المسلسلات وحتى عن بدلة المنتخب وهو قال خلونا نهتم بالمضمون أفضل ونبلاش نحبط الناس يعني ونتكلم عن البدل لكن خلونا كمان نقول إن ده مهم مهم الشكل مع المضمون في غاية الأهمية وإلا ليه الناس بننفق هذه المبالغ وليه الوافد كله بيسافر ببدلة موحدة وبشكل موحد حتى يبدو أنيقا وليه الناس بتلتقط هذه الصور بالتأكيد لها مغزة لو ملهاش أي أهمية ما كانوش عملوا كده لا أهمية صورة وصول المنتخب وبيتم تداول وصول منتخب مصر وصول منتخب كذا يتم تداول كل هذه الصور في المسلسلات وزير الخارجية قال إنه معجب جدا بليالي أجني وبيشوف كمان مسلسل طايع لكن متخوف من مسلسل طايع إنه ربما يقول إن الانتقام بعيدا عن القانون إنك تاخد حقك مش بالقانون يعني ده ما فهم يتم ترسيخه يعني لكن اللي هو عاوز يقوله فيما يخص الدبلوماسيين إن عدد كبير من الصفراء غاضبون بالفعل من مسلسل الأستاذ يحيى الفخراني لأنه هو سفير في المسلسل ووزير الخارجية قال لنا والله إحنا بيتم استبعاد عدد كبير من أبناء وأقارب الصفراء والامتحان بيكون عسيرا جدا وصعبا جدا وقال لنا يعني مستعدة أقول لكم أسماء أعداد كبيرة من أبناء دبلوماسيين كبار وأقاربهم فشلوا في الامتحان وصعد لأنه بتكلموا عن الوسطى يعني إنه كلها بالوسطى وكمان دخولهم فلوسهم وبالتالي وزير الخارجية الوزير سامح شكري قال شوية أنه غاضب هو وعدد كبير من الدبلوماسيين من مسلسل يحيى الفخراني لأنه بيصور الصفراء بشكل يعني يقلل منهم وأنهم بتوع الوسطى والمحسوبية وما بيجوش ألا بالوسطى وأنه كمان فلوسهم يعني مش بهذا الفراء يعني المشاهد بتظهر الصفراء وكأنهم يعينون أبنائهم بالوسطى والمحسوبية وأنه في مشاهد تانية طبعا المنتجع وغيره أنه فلوسهم كتير فده الحقيقة أغضب الدبلوماسيين وزير الخارجية سامح شكري يعني قال لي وإحنا في الفطار كنا سنتخذ إجراءا يعني ولكن قلنا بلاش نضخم الموضوع لكن نعبر عن غضبنا من هذه الصورة وقال كنت أتمنى أن ممثل عملاق زي يحيى الفخراني وصناع المسلسل نوم يسألوا يعني ويعرفوا طبيعة العمل الدبلوماسي وقال كمان أنا مستعد أقول لكم أسماء أعداد كبيرة من أبناء دبلوماسيين وأقاربهم وأسماء كبيرة وقامات كبيرة فشلوا في الامتحانات وما دخلوش بسبب ذلك